السلام عليكم ورحمة الله بهذا الفيديو توضيح بخصوص قرار نهاء العام الدراسي واحتساب معدل نصف السنة بسبب ارتفاع الإصابات انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أن وزارة التربية انطت قرار نهة العام الدراسي واحتسبوا معدل نصف السنة بسبب ارتفاع الإصابات لكن كل هذه الأخبار كاذبة وزارة التربية طبعا مصرة على أن يبقى الدوام حضوري وقرار إيقاف الدوام كله بيد اللجنة العليا للصحة والسلامة راح تسوي اجتماع وحتى من ارتفاع الإصابات الوزارة ما أجلت الامتحانات هسدى يمتحنون ولا وقفتها جاي يمتحنون وحتى التمهيدي ما أجلته امتحاناتهم حيبدي يوم 12 اثنيا يعني كل هاي الأخبار كاذبة يعني كثير من التعليقات جاي تسأل ست صحيح راح يحتسبون درجة نصف السنة هي بعدها الامتحانات ما خلصت وانتشر الخبر بينها العام الدراسي واحتسبه كلها يعني أخبار كاذبة ترجمة نانسي قنقر